نرحب بحضرتكم وراء تاني ضبوط الحياة والأولاد والشغل روتين الحياة بيخلق حالة من الإرهاق، التعب، الضغط النفسي، الملل ده ممكن ينعكس على العلاقة بين الزوجين وبقينا للأسف نشوف مصطلح كده الخرس الزوجي مؤخراً كتير مش بس بعد السنة السبعة ولكن من السنة الأولى للزواج لأن دايماً بيقال أنه السبع سنين نقول بعدهم بيقى فيه فترة كده من الملل سنين أجاف، سبع سنين أجاف يعني بندقى ربنا أنه يعديهم على خير أول سنين في الجواز دي ودي معروفة على فكرة أول سبع سنين دي حقيقة؟ مش مسألة سبع سنين هو أول سنين بشكل عام في الزواج أول مثلاً 3-4-5 سنين في الزواج بيكون هما الأصاب بعد كده الدنيا يعني بس من الناس يخدوا على بعض أكتر لكن إيه هو الخرس الزوجي؟ إيه أسبابه؟ ده سؤال هنجاوب عليه دلوقتي مع دكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي يا دكتور سبع الخير ده مصطلح طبعاً بقينا نسمعه كتير في الفترة الأخيرة الخرس الزوجي الخرس الزوجي أو الصمت الزوجي لما الناس بتحب تسميه باسم يعني شوية كويس يعني طبعاً الخرس الزوجي الحقيقة بيبقى عبارة عن إن الزوجين موجودين في نفس المكان لكن مفيش تفاعل مفيش تواصل بشكل جيد مع بعضهم البعض يعني بيبقى فيه الرد الجاف طبعاً لما يبقى فيه حد فيهم بيكلم التاني أو الاقتضاف في الكلام ما يسترسلش في الكلام مع شريك حياته يعني طبعاً هي العلاقة الزوجية المفروض أنها قائمة على الود والتعاون والتفاهم والتواصل لما بتحصل حاجة زي كده أكيد بيكون لها أسباب قوية جداً وطبعاً ده على خلاف اللي بيبقى موجود بقى في فترة الخطوبة يعني طبعاً في فترة الخطوبة بنوض نتكلم 24 ساعة الكلام بيروح فينا ده آه هي دي بقى المشكلة طبعاً إحنا في فترة الخطوبة بتبقى الحكاية فيها يعني فرط مشاعر بنيجي بقى بعد الجواز تبص تلاقي إن كل واحد فيهم بيلزم الصمت ده اللي بنسميه الخرص الزوجي حاجة طبعاً مش طبيعية وهي حاجة سلبية لأنه أحياناً بيكون الصمت إيجابي يعني لما بيكون في مشكلة والفرد بيسكت علشان يتجاوز هذه المشكلة أو بيشوف الطرف اللي قدامه منفاعل أوي فبيسكت علشان يهدى فده إيجابي لكن الخرص الزوجي بيبقى في معظم الأوقات أو في كل الأوقات وبيبقى بنسميه سلبي لأنه المفروض في الوقت ده أنت تكون بتتفاعل وبتتكلم طيب دكتور مين ندرون المسؤول عن الصمت الزوجي أو الخرص الزوجي أو بمعنى آخر أو بسؤال آخر مين المسؤول أو مين اللي يقدر أنه يتعامل مع المشكلة دي أو يحل المشكلة دي طول الوقت بنشوف القاء اللوم على الطرف الآخر هو الحقيقة أن أسباب الخرص الزوجي يعني بتتوزع على الزوج والزوجة بشكل يعني متساوي لكن الزوج هو اللي المفروض بيدير الأسرة وهو المفروض اللي هو اللي بيبادر بحل مشكلتها ولذلك إحنا بنلقي عليه هو اللوم بشكل أكبر أنه هو المفروض يبادر في حل هذه المشكلة ويضع لها الحلول ما يبقاش سلبي ويتقبل الوضع بالشكل ده ويسترسل فيه يعني لكن الأسباب نفسها اللي بتؤدي للخرص الزوجي ممكن تكون من الزوجة وممكن تكون من الزوج لكن أيا كان مصدر هذه الأسباب لكن اللي يحل المشكلة مين واللي يضع الخطة العلاجية مين هو الزوج المفروض في النهاية هو الزوج المسؤول عن إنهاء هذه الحالة وعودة الحياة الطبيعية للأسرة مرة أخرى لكن من وقع خبرة حضرتك مين اللي بيبتدي بالخرص الزوجي وبالتالي تالي بيكون رد فعل هو غالبا يعني غالبا بيكون الزوج لأنه هو الزوج طبعا بيبقى الرجال المصريين أو الرجال عموما يعني بيبقى فيهم شوية العصبية شوية زيادة عن الستات فهي بتخاف بقى تكلموا يعني أو بتؤسر السلامة نا كويس والله آه فغالبا بيبقى منشأ الخرص الزوجي من عند الزوج الزوج لو بادر الزوج آه يعني مش عايزة مشاكل يعني مش عايزة تطور المشكلة للدرجات دي لأنه هو الخرص الزوجي ده الهدوء الذي يصبق العاصفة فهي مش عايزة تتكلم على إنه مش قابل الكلام فممكن تحصل مشكلة معاست برضو دكتور أنا هقول لحضرتك وأستاذ شاز لقاعة جنبنا هو يسعى اللاح المعلومة لو بيقول كلام غلط أكيد غلط آه طيب فيه خرص حتى زمال مهم فيه رجالة بتقول أنا برجع من الشغل عندي ضغوط في الشغل مش قادر أتكلم راجع البيت عايزة تغدى عايزة ارتاح عايزة شوف لو عندي حاجة أحضرها للشغل عايزة انزل أشوف صحابي فأنا مش قادر كمان يبقى فيه مشاكل في البيت أسمع مشاكل في البيت أو هو مش قادر يسمع أي نقاش أو حتى أي كلام في إطار يعني التجازه بأطراف الحديث ده غلط كبير بقى عند نسبة كبيرة من الرجال يعني أنه هو شايف أن البيت للراحة فقط والعمل للعمل لا أنت عندك مهمة تانية أو أعمال أخرى تقوم بها داخل المنزل حل مشاكل الأسرة ومتابعة شؤون الأسرة ده عمل برضو حضرتك المفروض تقوم بيه يعني مكان الراحة البيت مكان للراحة لكن مرتبط بزمان معين أنت بتنم من الساعة 10 مثلا بالليل لحد الساعة 6 الصبح ده وقت الراحة بتاعك لكن أنت ممكن تبقى موجود قبل عشرة بتتابع مشاكل البيت بتحل مشاكل الأسرة يعني أنت فيه فكرة كده عند بعض الرجال أنه لما يوصل البيت مش عايز حد يكلمه مش عايز يعمل حاجة لأن البيت عنده ارتبط بأنه ده مكان الراحة لا حضرتك رب أسرة مسؤول عن هذه الأسرة بتتابع هذه الأسرة طبعا ده ضمن مسؤولياتها ده دور حضرتك ده عمل بتقوم بيه عملك داخل الأسرة فتقدم أهمك ده الأول وبعد كده تبحث عن الراحة في وقت محدد مش كل الوقت اللي بتقضيه في البيت هو وقت للراحة طيب هل بقى التليفونات وسوشيال ميديا أثرت على الموضوع بالسلم؟ يعني زودت الفجوة أكتر ما بين الزوجين؟ بالتأكيد يعني دلوقتي طبعا إحنا لو وصلنا بقى لو الزوج أو الزوجة وصلوا لحالة إدمان الإنترنت اللي هو قاعد بقى 24 ساعة على الإنترنت أول ما بيصحى منهم لازم يشوف الإنترنت أو يشوف الفيسبوك بتاعه وهكذا وكذلك قبل ما ينامه طول اليوم فإيه الوقت اللي يتكلم فيه مع زوجته ومع أولاده ومش هيلاقي الوقت اللي يقوم بمهامه دي فإذا الزوجة كمان نفس الموضوع يبقى خلاص كده مفيش حوار أسري على الإطلاق مش بس مع الزوج والزوجة كمان مع الأبناء يعني هذا الخرص الزوجي هتنتقل أساره السلبية عن طريق العدوى أو أن هم يعدوا أبنائهم بهذا السلوك ويطلع برضو الأبناء عندهم خجل عندهم انطواء عندهم مشاكل كتيرة جدا بسبب أن هم شايفين الموديل أو النموذج قدامهم ما فيش تواصل فبينشأوا على هذا الأمر هم كمان يعني تنفكة المساحة الشخصية لكل طرف يا دكتور لأي مدى هي مهمة وإيه شكل المساحة الشخصية الصحية المساحة الشخصية دي برضو لازم تكون محددة بوقت يعني أنا مش طول الوقت في مساحة الشخصية أنا بروح لمساحة الشخصية دي وارجع تاني لمحيط الأسر لأن الأسرة مبنية على التفاعل هذه تبقى يومياً أسبوعياً شهرياً مرة كل كم شهر مفروض تبقى بمساحة الشخصية دي بقي شكلها عامل إزاي لأن فيه ناس تقول أنا برجع من الشغل أنا محتاج مساحتي الشخصية بقى يعني أعد مع نفسي شفايا هي ممكن تبقى يومياً آه لكن في حدود ضيقة يعني مش طول الوقت إحنا مدام اتفقنا أن إحنا بنبنى أسرة الأسرة دي مبنية على التفاعل وعلى التواصل وإحنا عندنا مهام دلوقتي عندنا مهام اللي بنقوم بيها إحنا الاتنين الزوج والزوجة علشان نبني هذه الأسرة ولو في أطفال فعندنا إحنا مسؤولين عن هؤلاء الأطفال فعندنا مسؤولات كتيرة جداً بتتطلب أن إحنا نكون بنتفاعل وبنتواصل مع بعض لما بروح مساحة الشخصية فأنا بروح مساحة الشخصية دي في وقت بسيط أنجز فيه الحاجة اللي أنا عايزها بشكل شخصي وبعدين أرجع تاني لمحيط الأسرة أتفاعل مع الأسرة علشان نقد المهام المشتركة اللي المفروض نقوم بيها إحنا الاتنين طيب دكتور في بعض الأزواج بيجي لهم حلم من الخرس الزوجي لكن وهم عادين في البيت كل واحد فيهم بيكلم مثلاً في التليفون بيكلم أهله وبيكلم صحابه وبيفتح معوضية وبيتكلم وبيهزر وبيعمل كل حاجة لكن أول ما التليفون بيتقفل هما الاتنين صمت تام أما يا الأسباب بقى كتيرة يعني خلينا بقى لو تكلمنا عن أسباب الخرس الزوجي وناخد في مقدمتها وعلى رأسها وأهمها طبعاً على الإطلاق الإهمال شعور الطرف الآخر بأنه مهمل من الزوجة مثلاً بتشعر أنها مهملة من الزوج أو الزوج يشعر أن الزوجة مهملة بالنسبة لها البرضو دي ما ردها الحاجة تكلمنا عنها في بداية الفقرة لما قلنا مثلاً في فترة الخطوبة بيبقى فيه يعني عدم سيطرة على المشاعر وإن إحنا بنبقى أوفر قوي وإحنا بنعبر عن مشاعرنا في فترة الخطوبة فنقصد نقول إن عتبة الإهمال دي أو الشعور بالإهمال دي إحنا اللي بنتحكم فيها من فترة الخطوبة فإحنا ممكن نخليها عالية وممكن نخليها منخفضة لو إحنا بقينا عندنا يعني اعتدال اعتدال بالزبط فبيبقى التقبل الإنشغال بعد الزواج يعني إن الزوج منشاغل أو الزوجة منشاغلة خلاص بنبقى متقبلين هذا الأمر لكن أنا بكلمك 24 ساعة وإقفل إقفل إنت الأول والحاجات اللي بنسمع عنها دي وبعدين 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 يجي بعد التراز ما فيش بقى طبعاً أنا منشاغل وعندي شغل وهي منشاغلة وعندها شغل فخلاص فبيشعر هنا الطرف الآخر بأنه ده مش علشان هو مشغول لا ده علشان هو مش مهتم فتبدأ هنا تتسرب المشاكل اللي بتؤدي بعد كده للخرص الزوج غياب برضو لغة التفاهم والحوار بين الزوجين وده ما ردها الحقيقة لأكتر من حاجة ممكن يكون لي الفروق بينهم في الزكاء وده بتحصل أكتر في الزواج اللي هو الفروق بينهم في الزكاء بالضبط مش هديني نسا مكملين مع حضراتكم في فقرتنا وحدثنا عن الخرص الزوجي أو الصمت الزوجي مع دكتر عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي يعني نرجع لحدك مرة تانية ويمكن قبل ما نروح لموجز هدك تتحدث عن أنه من أسباب أو من أهم عوامل الصمت الزوجي نسبة الزكاء نسبة الزكاء عند ماذا؟ عند أي طرف من الطرفين طبعا المياه نسبة الزكاء في التعامل أعلى ولا بتختلف ملاهاش علاقة برجل وامرأة يعني حسب لا لا ملاهاش علاقة بس أي كان يعني دي فروق فردية ممكن يبقى الزوجة هي الأكثر زكاء أو الزوج هو الأكثر زكاء المهم أنه لما بيكون في تفاوت كبير بين الزوج والزوجة في نسبة الزكاء أو طريقة التفكير أو الأولويات بتاعت كل واحد فيهم واهتماماته أو ده له أهداف بتتعارض مع أهداف الطرف الآخر في الحالات دي هنا بقى بنصنفها على أن فيه غياب للغة الحوار والتفاهم بين الزوجين وده تاني أهم سبب من أسباب الخرس الزواج بالإضافة طبعا لإدمان الإنترنت من قبل أي طرف من الطرفين أو كلايهما طبعا ده برضو بيؤدي إلى الخرس الزواجة عدم معرفة بقى كل طرف من الطرفين بطبيعة الطرف الآخر يعني الست بتفكر أو تقبل حتى أعتقد التغيرات اللي بتطرق على كل شخصية احنا كل فترة أكيد شخصياتنا بتتغير كمان طبيعة عمل الدماغ عند الأنسة أو عند الزوجة غير طبيعة عمل الدماغ عند الزوج فلازم نبقى فاهمين الست بتفكر مثلا في التفاصيل أو بتهتم بتفاصيل التفاصيل لكن الزوج بتبقى نظريته يعني جشطلطية زي ما بيقولوا أو يعني عامة كده أو كلية للموقف أو منظومية بيشوف الحاجة في علاقتها بالأشياء الأخرى فنبقى فاهمين ده نبقى عارفين أن طريقة تفكير الراجل بتختلف عن طريقة تفكير الست ومتقبلين ده برضو من الأسباب المهمة البخل أو الشح العاطفي إنه ما فيش تعبير عن المشاعر وممكن ده يكون بسبب إنه هو عنده مشاعر لكن مش عارف يعبر عنها أو مش عايز يعبر عنها فهنا ده أو ده برضو مشكلة لأنه المفروض إن كلا الطرفين يسمع من الطرف الآخر كلمات إيجابية ومتح وسناء إلى آخره وإنه كل طرف تبقى عينه عين نحلة وليست عين زبابة يعني دايماً بيحط عينه على الإيجابيات بتاعة الطرف الآخر فالإنسان لما بيشوف إن الطرف اللي قدامه دايماً مركز على إيجابياته ده بيشعره بالسعادة وبيشعره بالرغبة في التواصل لكن لما دايماً تبقى فيه نقد ودايماً يبقى فيه تجريح ودايماً يبقى فيه سخرية لا فيه نقطة تانية برضو خليناً يعني نستوضحها أكتر من حضرتك فيه واحد فيه زوج أو زوجة على فكرة ممكن يقولوا ما نعرفش نعبر ما نعرفش نتكلم بس ممكن نعبر بأفعال نعبر بمواقف اللي ما يعرفش يعبر ده حضرتك قلتي حاجة جميلة جداً لو هو مش عارف يعبر مش شرط يعبر بالكلام اللغات الحب الخامسة بقى المعروفة يعني إحنا يعني الاهتمام برضو الطرف الآخر يبقى عارف الكلام ده وينثقفه وينوعيه إنه مش لازم التعبير عن الحب والتعبير عن الاهتمام يكون بالكلام وإنما ممكن يكون من خلال هدية من خلال الدعم والمسندة في موقف من خلال الاهتمام وهكذا يعني عندنا كتير جداً من الحاجات اللي بتشير على إن الشخص ده بيقدرك وبيحبك مش لازم إنه هو يكون بيصرح بدأ بلسانه طيب زوجين هم في البيت مثلاً ما بيتوصلوش مع بعض بشكل مباشر لكن بيتوصلوا بعض من خلال الرسائل هل ده برضو يعتبر خرص زوجي وبيؤثر على العلاقة؟ التواصل الطبيعي الكلام ولغة الجسد وإنه إحنا نشوف بعض وإحنا بنتكلم ده مهم جداً التواصل الإلكتروني ده تواصل حقيقة التواصل الإفتراضي عموماً حتى بين الزوجين أو غيرهم مشوه مش بيوصل الرسالة بالشكل المطلوب وبالشكل اللي بيبين معناها فهي مشكلة التواصل الإفتراضي مع الكل كده مع الزوج والزوجة ومع الأسرة وخارج الأسرة فلكن التواصل الطبيعي الناس تعد تتكلم مع بعضها وتشوف لغة الجسد عند بعضها وتشوف التعبيرات اللي بتظهر على الوجه ده بيوضح الرسالة ويبينها أكثر دكتور سريعاً جداً طرق القضاء على الخرس الزوجي أو طرق التعامل مع الخرس الزوجي لازم يكون فيه خروج للأسرة مع بعضها فيه رحلات فيه الأماكن العامة لازم يكون فيه حوار يومي بين جميع أفراد الأسرة بينقشوا فيه مشاكلهم الحاجات اللي وجهتهم طول اليوم ويساعدوا في حلها ويستشيروا بعض لازم نأكد على أهمية التنفيس الإنفعالي وأن الأسرة دي بتمثل بالنسبة للزوج أو الزوجة اسمها شبكة الدعم الاجتماعي القريبة قوي من الزوج أو الزوجة بتحصل على دعمك الاجتماعي من الأسرة من الزوجة فأنت بتحكي لها على مشاكلك عشان تحصل على هذا الدعم الاجتماعي وعشان تعمل التنفيس الإنفعالي اللي هو بيخفف عنك الضغوط اللي أنت بتشعر بها سواء من العمل أو من الحياة اليومية صحيطة طبعا ما فيش شك أنه الخرس الزوجي ده بيكون البداية بيؤثر على العلاقة الزوجية بشكل كبير جدا وقد يؤدي في النهاية إلى الانفصال لو ما تدركناش الأمر من البداية وبدأ زوجين يحسوا أن فيه مشكلة واتكلم مع بعض احنا طبعا بنشكر حضرتك جزيلة شكرا دكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس الترباء وشكرا جزيلا لك فهم شكرا جزيلا لك فهم شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك ارجع نكمل مع حضرتكم باقي فقارتنا في صباح الخير يا مصر استنونا